السلام عليكم وصدر الله ووقاتكم مهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من المدار هذا العدد الذي خصصنا للحديث عن دور الجزائر في الصحة الإقليمية من خلال تسليطي الضوء على المعطيات الأخيرة أهم والإنزال الدبلوماسي الأخيرة الذي شهدته مؤخرا وتطورات الأوضاع في المنطقة وتحول مواقف الغرب من أزمات المنطقة خلفية ودوافع سنصلت وطوء عليها مع ضيوفي في الأستوديو الأستاذ الدكتور أعمار جفان مدير مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية أهلا بكم أهلا بكم وضيفي الأستاذ أحمد ميزاب رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أهلا بكم أهلا بكم وضيفي عبر الهاتف من تونس سيد مختار بن نصر وهو رئيس المركز التونسي لدراساته الأمن الشامل أهلا بكم أهلا وسهلا مرحبا مرحبا إذن أبدأ معك أستاذ أعمار جفال دكتور نتحدث عن المقاربة الجزائرية التي أصبحت ربما الجزائر مؤخرا رقم أو فعال في معادلة حل القضايا الإقليمية والدولية وزير الخارجية رمطان العمامرة من خلال ربما مؤخرا من خلال كل لقاءاته أكد بلغة واضحة أن الجزائر لن تتراجع عن مواقفها تحت أي شرط أو أي ضغط أو أي ضرف عن مواقفها الداعية لعدم التدخل في أشؤون داخلية للدول وأيضا مؤتكدها على الحل السياسي السلمي لكل أزمات المنطقة شكرا الأخت إيمان بداية شكرا جزيلا على الدعوة أنا في اعتقادي أحسن ما نبدأ به هو الكتاب أكيد تفضل أنا يسعدني أن أقدم للمشاهد الكريم إصدارين عن مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية الذي أتشرف بإدارته رفقة مجموعة من زملاء والكتابين يتعلقان بالسياسة الخارجية الجزائرية أي مضوع الحصة الكتاب الأول وهو نتاج جهود مجموعة من الأساتداء من الزملاء بالتنسيق لأساد عمار جفال والأساد سعود صالح بعنوان السياسة الإقليمية للجزائر السياسة الإقليمية للجزائر ما لست تعود بين الكتاب؟ منتاز السياسة الإقليمية للجزائر يتحدث عن السياسة الإقليمية التي تميزت بها الجزائر على مدار السنوات الأخيرة على مدار السنوات الأخيرة خاصة انتجاه محيطها الإقليمي والأزمات هذه المشتعلة وكيف تعاملت الجزائر معها الكتاب الثاني الذي صراحة يعتبر أيضا مرجع في السياسة الخارجية الجزائرية تم بالتنسيخ مع الأسادة الدكتورة زميلة لويزا إدريس أيت حمدوش وأردنا أن يكون حصيلة يعني جلوبال حصيلة كاملة للسياسة الخارجية الجزائرية في خمسين سنة حصيلة تحليلية نقدية وتناولة أيضا مختلف جوانب السياسة الخارجية الجزائرية على امتداد خمسين سنة أتمنى أن يفيد القارئ والطلبة في تقديم توضيحات معمقة حول من خلال بحوثكم هذا في مخصص السياسة الإقليمية والسياسة بصفة عماء السياسة الخارجية للجزائر ربما نتحدث عن المقاربة الجزائرية من خلال حل الأزمات في المنطقة والنزاع في ليبيا في مالي في سوريا في كل المنطقة العربية شكرا أنا في اعتقادي ما تقوم به الزائر حالي ليس بجديد يعني الجزائر لم تعد إلى هذا المسعى ليس الجديدة في هذا المسعى يعني عندما ناخد سياسة الجزائر الخارجية منذ الاستقلال كان عندها تقريبا نفس هذا الزخم وهذا النشاط ويبدو لي أكبر ميزة ميزة هذه السياسة هي الاستقرار والثبات صحيح أنه أثناء يعني السنوات المأساة الوطنية هذه السياسة نوعا ما تراجعت لكنها سرعان ما استعادت استعادت نفس الحيوية السابقة وبنفس المبادئ وبنفس الإصرار وبنفس الثبات يعني ما يلاحظ حاليا ومن خلال مثلا تجربة الشخصية أن هناك يعني تفهم واسع جدا تفهم واسع جدا ومعرفة خلينا نقول دقيقة لموقف الجزائر وخاصة من خلال موقفها تجاه القضايا العربية والنزاعات العربية وأشكال التدخل التي وقعت في المنطقة العربية في السنوات الماضية الخمسطاشر سنة الماضية حيث حافظت الجزائر على نفس الموقف وعلى نفس الثبات تداعيات تداعيات بعض الأزمات وخاصة الأزمات التي وقع فيها التدخل أعطت للجزائر مصداقية أكبر لأن نتائج التدخل كانت كارثية وتبين أن موقف الجزائر لكن يعني إذا كانت تسمحي هناك يعني بعض الملاحظات بسيطة يمكن يعني الإشارة إليها في تقييم هذه السياسة تفضل صحيح أنها ثابتة مستقرة ولكن أحيانا أنا في اعتقادي يعاب عليها يعني البطء في رد الفعل أو أحيانا أحيانا في بعض المراحل كانت ربما خلينا نقوله ليست متسرعة أو مترددة وتم فهم هذا السلوك خطأا وهذا ما لاحظناه مثلا في بداية الأزمة الليبية والأمر الذي تدركته الجزائر لاحقا ووضحت موقفها بشكل كبير جدا نعم أعطي الكلمة الآن لأستاذ أحمد ميزاب عطفا على ما ذكره أستاذ دكتور عمر جفال فيما يخص ربما المقاربة الجزائرية الجزائر دافعت بقوة عن مقاربتها للحل السياسي السلمي لكل الأزمات في المنطقة وهو محيرة قادة الغرب بخصوص هذا الموقف الثابت والواضح للجزائر هل هذا ربما يحكس ربما سبب الإنزال الدبلوماسي الذي شهدته الجزائر مؤخرا؟ بداية ربما قد لا نحتاج في هذا المقام أن نتحدث على تاريخ الدبلوماسية الجزائرية بعتبر أنه عرج على بعض المحطات الأستاذ الفاضل لكن دائني أقول نحن نتفاعل ما محيطنا مثل ما نؤثر نتأثر بجملة الأحداث التي تحدث سواء كان على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي بالتالي الجزائر هي تدرك مكان من الخطر ومصادر التهديد أولا بالنسبة لأمن القومي وكذلك كيف يمكن معالجة القضايا الدولية واعتبرت في كثير من المحطات خاصة بعد 2011 وما تعرضت له المنطقة خاصة منطقة شمال إفريقيا من تحولات جيوستراتيجية أصبحت دولة محور ودولة ارتكاز مما يؤدي إلى أن الجزائر يوم تصبح محج لعديد من الدول في إطار الزيارات الدبلوماسية لتباحث العديد من القضايا العالقة سواء كان المتعلقة بأمن منطقة الساحل وكيف يمكن إدارة النزاعات هناك وحل تلك النزاعات سواء كان كذلك المتعلق بالملف الذي يعتبر ملف ثقيل وكذلك يحدد مصير المنطقة إلى أين سوف يتجه وهو الملف الليبي الذي الجزائر منذ اليوم الأول من بداية هذا الملف من 2011 وقبل تدخل العسكري لحلف شمال أطلسي حذرت من تدعيات هذا الملف وحذرت كذلك من مخرجات أي عملية عسكرية ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول ومخارج سياسية لهذه القضية ورافقت هذا الملف طيلة هذه السنوات الخمس في ظل عثارات عديدة تواجه في الطريق النتاج أن هناك أطراف أخرى تعبث بهذا الملف وتسعى من أن تصبح ليبيا نقطة أو بؤرة توطر تصدع هذه المنطقة أعتقد بأن الجزائر حينما ترافع في إطار مقاربتها المتعلقة سواء كان بمقاربة السينما والتنمية أو المتعلقة في فضل النزاعات عن طريق الحوار السياسي هي تدرك طبيعة ومكونات هذه المنطقة وكيف يمكن إدارة الأزمات وحلها باعتبار أن الحلول يجب أن تكون عن طريق الحوار عن طريق الحلول السلمية شاهدنا تجارب سابقة للتدخلات العسكرية إلى ما آلت إليها تلك الدول إلى ما آلت إليها الأوضاع المنطقة الشرق الأوسط بعد سقوط العراق في 2003 وما نجم عن ذلك من تراكمات أعتقد بأن الدبلوماسية الجزائرية تتحرك أولا من منطلق الدبلوماسية الأمنية من منطلق الحكمة في رد الفعل أو في إطار التفاعل مع الأحداث والدبلوماسية الجزائرية كذلك في إطار سياسات الخارجية تتحرك بموجب مفهوم الأمن القومي الذي لا يتوقف عند الحدود الجزائرية وإنما يمتد إلى أمن واستقرار الدول الجوار الجزائري نعم حتى دول الجوار أصبحت تتريث نعم قبل أن أعود إليك دكتور عمار جفال دول الجوار أيضا أصبحت تتريث في اتخاذ القرارات وهو ما لمسنا أيضا من خلال الموقف التونسي والمصر الذي أصبح رافضا لأي تدخل عسكري في ليبيا بالنظر إلى انعكاسات ذلك على دول الجوار أمن واستقرار دول الجوار دكتور مستعد مختار بن نصر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل التقارب التونسي الجزائري وتنسيق بين البلدين يعرض تونس لضغوطات حسب تصريبات إعلامية والتي أكدت ذلك نتيجة التحركات الأخيرة لضرب أمن واستقرار تونس فهل ستصمد تونس لهذه الضغوطات؟ أنا أعتقد أن العلاقة بين تونس والجزائر هي علاقة استراتيجية والعلاقة بين الشعبين هي علاقة هامة جدا ولها جذورها التاريخية ولغروة أن نقول بأن على الحدود التونسية الجزائرية الشعب هو شعب واحد وعندما نتمعن جيدا من منظور جيوسياسي في منطقتنا على حدودنا على تداد الشريط الحدودي التونسي الجزائري نجد أن العائلات التونسية الجزائرية تصاهرت وتزاوجت وهناك من التونسيين يملك داخل الجزائر على الشريط وهناك من الجزائرين من يملك داخل الطراب التونسي وهناك السوافة والرعاة في الجنوب التونسي سنويا يتكفل الجزائر بإحصائهم ومدواتهم عائلات وقطعان إذن هذه العلاقة هي علاقة متينة على امتد التاريخ ولن غروة إذا ذكرنا أيضا حتى بالماضي التاريخي المجيد عندما كانت المقاومة الجزائرية تأخذ من جبال الشعامبي هذه الجبال اللي أصبحت ليهم مكر الإرهاب تأخذ ملاذات آمنة لها وتجد السند والمؤن والسلاح الذي يوفره الشعب التونسي وأعطيكم معلومة أنه عندما كان الجزائرين تسدون الاستعمار الجزائري كان عددهم يفوق 22 ألف في تونس عندها كان جيش التونسي فقط 6 ألاف عسكري فقط إذن هذه للتاريخ وهي مدونة عنها في وثقنا العسكرية إذن هذه العلاقة الضاربة في التاريخ لا يمكن اليوم أن يرجها أو أن يؤثر فيها أي كان مهما كانت المصالح ومهما كانت النواية ومهما كانت المخططات إذن نسمع أحيانا عن أن هذه العلاقة ربما سيؤثر فيها شيئا ما أو كلاما ما أو علاقات ما دائما أقول أن العلاقة الجزائرية التونسية أعمق بكثير من أن تؤثر فيها الأيام أو الأحداث لكن ما دع المخططات الرامية إلى ضرب استقرار تونس من أجل التراجع عن هذا التحالف وتنسيق بين تونس والجزائر ومهما هذه الضربات التي تتعرض لها مؤخرا خاصة وآخرها يعني بن جردان البارحة نعم نعم هي ثم محاولات للإرباك ثم محاولات ضرب هذه المسيرة ورأينا حتى الإشاعات لتخرج من حين إلى آخر لتقول أن هناك علاقات متوترة أن هناك علاقات على المستوى السياسي والديبلوماسي متوترة لكن كل ذلك يتم تفريده سواء كان من طرف الجزائري أو من الطرف التونسي ودائما من يريدون إرباك هذه المسيرة يجدون أن العلاقة أمثن بكثير من أن تتأثر بعناصر واهية أو بكلام أو حتى بأعمال لا أعتقد أن العملة الإرهابية اليوم مهما كبرت يعني ستؤثر في العلاقة القرقوية وفي التبادل المعلوماتي وفي التعامل الأمني والعلاقة الديبلوماسية المتينة بيتونس الجزائر يعني هذا أشياء من الثوابت وكما كان ذكروا الأخ وتو يعني السياسة الجزائرية وديبلوماسية الجزائرية هي ليست بنت اللحظات هي من استقلال الجزائر إلى اليوم هناك ثبات كبير على مواقف هامة أولا حق الشعوب في تقرير المصير وهذا موقف ثابت للجزائر وعدم تدخل في شؤون الغير والجزائر من خلال مصالحها الاستراتيجية تحدد أصدقائها وأعداءها وهي اليوم تعتبر تونس جزء من هذه الاستراتيجية ومن لم تكن له استراتيجية سيكون هو يعني عنصر من استراتيجية الآخرين إذن اليوم تونس الجزائر مدفعين أساسا إلى المحافظة على الصدقات المتينة الأخوية وعلى المصالح المشتركة وعلى الدفع نحو ربما إرساء تعاون يجعل من أي محاولات تبوء بالفشل ولا يمكن أن تمس من هذه الأخوة وهذه العراقة التاريخية الموجودة نعم ابقى معنا أستاذ مختار بن نصر إن أمكن أعود إلى ضيفي أستاذ دكتور عمار جفال للحديث ربما عن هذا التنسيق والتحالف ما بين الجزائر وتونس وانعكاسة أو ربما كيف يمكن أن يساعد لحل الأزمة في ليبيا خصوصا أنه الأمين العام للمنظمة للأمم المتحدة سيد بن كيمون وخلال زيارته الأخيرة للجزائر يعني يوم والأمس بالأحد تفضل وقال في تصريحاته تحدث عن أوروبا ما وأشاد بالحنكة الديبلوماسية للجزائر وتأييدها دائما للحل السلمي والسياسي في ليبيا شكرا أن في اتخاذي أمام الجزائر فرصة وتاريخية وفي نفس الوقت إمكانيات لتطوير ودعم الاستقرار على حدودها الشرقية مع الشقيقة تونس وليبيا مع تونس يبدو لي من العلاقات التي استمرت طيبة طيبة منذ الاستقلال إلى حد الآن هي العلاقات مع تونس لم يحدث أي توطر في هذه العلاقات يذكر منذ الاستقلال إلى حد الآن أنا لدرجة أنه في مرحلة معينة من الأزمة الاقتصادية لكن في دول ومنها دول الخليج تحاول الضغط على تونس من أجل تراجع عن موقفها وتحالفها مع الجزائر حتى هذا ما صرح به رئيس تونسي لدرجة منذ سنتين قلتها في تونس في مناسبة قلت أن الجزائر مطالبة بمشروع مارشل صغير تجاه تونس لدعم الاقتصاد التونسي ودعم الاستقرار في تونس لما يربط البلدين ويخلص تونس من الضغوط هذه التي تكلم عليها تجاه أطراف أخرى بالنسبة لتونس وقضايا الإرهاب أيضا أنا في اعتقادي تتوفر تونس على سمات متميزة تجعلها قوية ومنيعة عن هذا النوع من الإرهاب تونس تتوفر الآن على مؤسسات شرعية تونس لا يوجد أي خلل في هويتها مختلف يعني خصائص هويتها تونس موحدة تونس جبهة داخلية متماسكة جدا وهذا أهم شيء وباستطاعتها مواجهة هذه القلاق التي وقعت في جبل الشعامبي وفي بنغردان وفي كذا إلى خيره لأنها تتوفر على هوية ومؤسسات قوية وشرعية نعم حتى ربما نلاحظ أن المقاربة الجزائرية وحتى الموقف تونسي أصبح تقريبا موقف الجزائر وتونس مصر يعني دول الجوار تقريبا لديهم موقف واحد مواحد بخصوص أزمة في ليبيا لكن لو نتحدث عن هذه المقاربة أيضا من خلال ربما الجزائر مؤخرا امتناع عن تصويت من أجل تصنيف حزب الله حزب كتنظيم إرهابي حتى تونس كان نفسها يعني بعدها راجعت موقفها وقالت بأنه تتبرأ من تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي يعني أنا بودي أضيف نقطة فيما يخص ليبيا تفضل يعني عكس ما يشاع في الكثير من التحاليل والأراء أنا في اعتقادي أمام الجزائر أيضا فرصة أو إمكانية للنجاح في ليبيا لماذا النزاع في ليبيا هو نزاع سياسي بدرجة أولى هو نزاع في السلطة هو يختلف جدا يختلف تماما على النزاعات المشتعلة في مناطق أخرى والتي هي نزاعات طائفية نزاعات عرقية هذا النوع من النزاعات يعني صعب التعامل معه ومرشح للاستمرار لسنين طويلة في ليبيا هناك أولا النزاع ليس طائفي ليس عرقي هو نزاع سياسي على السلطة إذن قابل للتفاوض لكن في السراع قابلية لا القابلية القابلية ليست يعني ليست عنصر ليست عنصر خطير يرقى إلى مستوى الطائفية أو العرقية هما قبائل ينتمي إلى نفس الهوية الدينية إلى نفس الهوية العرقية إلى نفس الهوية الثقافية تقريبا يعني ما بينهم هو صراع على الثروة على اقتسام على اقتسام الثروة لا أكثر نعم النقطة المهمة وهذا النقطة المهمة جدا في النزاع في ليبيا هو أن الدول المجاورة دول المجاورة عموما مع اختلفة طفيفة داعمة للحل أكثر مما هي طرف النزاع عكس مثلا ما هو واقع مثلا في اليمن أو ما هو واقع في سوريا في ليبيا النزاع الليبي خلينا نقوله محظوظ لأنه محاط بمجموعة من الدول داعمة للحل نعم ويبقى يبقى أنه على هذه الدول الداعمة للحل أن تبدل مجهود ربما أكثر لدفع الأطراف أو الإخوة الليبيين إلى تنازلات متبادلة وإيقاف النزاع نعم نوصل للنقاش لكن بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا بكم من جديد لاستكمال بقية هذا الجزء الثاني من المدار كما كنا نتحدث قبل قليل عن المقاربة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا وفي الأزمات في المنطقة العربية وفق حل سياسي سلمي يجنب الدول التدخل عسكري في البلاد أستاذ مختار بن نصر أعود إليك ضيفي عبر الهاتف من تونس نتحدث عن ربما تراجع تونس عفوا عن موقفها وتبرأت من تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي وهو هذا الموقف الذي اتخذته أيضا الجزائر التي امتنعت عن تصويت لتصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي نعم هذا يدخل في إطار ربما توحيد المواقف أولا لكن ثانيا في إطار نظرة موضوعية لواقع ولجيوسياسة كاملة في هذه المنطقة تفرض أن تكون المواقف منسجمة مع خلفيات سياسية وديبلوماتية ومع حتى معتقدات سياسية على انتداد التاليس أنا أعتقد لما ننظر إلى عناصر القوة في كل دولة من منظور جيوسياسي التي تحدد على أمها الأرض والشعب والجيش والاقتصاد والطروات نجد أن الجزائر اليوم ربما عندها كل المواصفات لكي تلعب دور الدولة الإقليمية التي يمكن أن توحد والتي يمكن أن تجعل المواقف منسجمة ومتقاربة من بعضها البعض شفنا على مستوى المسرق العربي الفوضى الموجودة يعني هناك قوة إقليمية مصر اللي كانت اليوم يعني ربما القوة تتجه نحو الشرق والسعودية تلعب في دور جديد أعتقد في منطقة المغرب العربي الجزائر مؤهلة اليوم بكل المواصفات سواء كانت على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو كل ما لها من عناصر القوة الجيوستراتيجية أن تكون عناصر فاعل بشكل جيد جدا خاصة وأن الوضع يقتضي اليوم من يوحد من يقود من يرسم الطريق من يؤلف بين العناصر والجزائر في دبلوماسيتها وفي سياسيتها عندها كل المواصفات وعندها كل الخبرات وكل الحنكة كما نذكر الجزائر يعني كانت دائما تحاول أن تؤلف وأن تقرب اليوم يعني هذا الدور أصبح ربما مفروض أكثر من أي وقت مضاء نظرا لهذه فوضى العارمة والجزائر اليوم في ضبط المواقف من ليبيا يعني كان ربما خط قيادي اللي ممكن البناء عليه نظرا أنه كما ذكروا الأخوة أنه كل الدول المحيطة بليبيا اليوم هي ليست يعني جزء من المشكلة بينما هي جزء من الحل والنظرة موحدة في إطار دفع ليبيا إلى إيجاد حل سياسي بمقتضاء ستكون هناك دولة شرعية وتبسط نفوذها على كامل الأرض وهنا هو نجي الدولة لأنه أحيانا ترقب الغير لكي يحل مشاكل ليبيا ربما يدفعنا إلى إفلات الملف برمته من أيدي عربية ويصبح مفروضا علينا سواء كامل الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي نعم شكرا جزيلا لكم أستاذ مختار بن نصر رئيس المكس تونسي لدراسات الأمن الشامل كنت ضيفي عبر الهاتف من تونس شكرا جزيلا لكم أستاذ العفو إذن أستاذ أحمد ميزاب بالنظر ربما إلى المعطيات التي تفضل بها أستاذ مختار بن نصر والدكتور عمر جفال فيما يخص ربما المقاربة الجزائرية في إعادة لم شامل دول المنطقة دول الجوار وهو ربما توافق في المواقف بين الجزائر وتونس ومصر ولماذا لا تكون كل دول الجوار عندها موقف موحد خاصة ما شهدناه من خلال الموقف الجزائري الذي امتنع عن تصويت عن تجريم وتنظيم حزب الله كتنظيم إرهابي تونس أيضا استنكرت وهذا التصنيف من الدول العربية لحزب في دولة عربية أخرى بداية ديبلوماسية الجزائرية ليست ديبلوماسية التصريحات وليست ديبلوماسية منابر بقدر ما أنها ديبلوماسية عملية حركية تقوم بالعمل ميدانيا وحينما نتحدث على مواجهة التحديات التي تفرض نفسها اليوم نحن نتحدث عن المقاربات المطروحة على أرض الواقع أعطيك مثلا الجزائر تحركت في إطار تفعيل آلية الأفريبول هذه كآلية آلية إقليمية تساهم في مجابهة العديد من القضايا وكذلك تساهم في حل القضايا الإفريقية إفريقيين إفريقين وفق النظر الإفريقي تحركت الجزائر على مستوى توحيد منطقة دول الساحل في إطار القطاع العملية المشترك لقيادة الأركان لدول الساحل الذي مقاره بيتا مرس في إطار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لمجابهة كذلك التحديات التي تفرضها تنامي المنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان اليوم نتحدث كذلك على ضرورة تبني مقاربة إقليمية تشمل دول منطقة شامل إفريقيا لمواجهة كذلك التحديات التي تفرض نفسها ولنسير كذلك مجتمعين وفق رؤية واحدة في إطار معالجة الملف الليبي إذن أعتقد أن الجزائر قد لا تصرح أكثر مما هي تعمل على أرض الواقع وتقدم الدلائل وتقدم الملموس في هذا العمل بالإضافة إذا عدنا ربما إلى مسألة القرارات الأخيرة التي اتخذت على مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب الذي نعقد مؤخرا بتونس أعتقد بأن الجزائر هي وفية لمبادئها ولثوابت سياستها الخارجية الجزائر لا تتدخل في شؤون الداخلية للدول حينما نتحدث على مسألة تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي علينا أن التحدث أولا موقف دولة لبنان ماذا كان كان متحفظا وممتنعا على القرار هذا واحد اثنين وضعية هذا الحزب أمام التشريع اللبناني كيف يرى التشريع اللبناني إلى وضعية حزب الله القانونية هو حزب معتمد وفق القانون الداخلية اللبنانية هو حزب شريك في العملية السياسية اللبنانية هو له وجود في البرلمان اللبناني هو له وجود في الحكومة هو لاعب أساسي في العملية السياسية في لبنان إذا ما تحدثنا على الفصيل المسلح أعتقد في لبنان جل الأحزاب السياسية لها لها فصيل مسلح كذلك حزب الله كان شريك وكان لاعب أساسي حتى في اتفاقية الطائف فبالتالي كيف الجزائر أن ترمي نفسها في مسألة هي تخص الداخل اللبناني وتخص سيادة دولة لبنان وفي ميثاق جامعة الدول العربية هناك مبدأ احترام سيادة الدول بالتالي أعتقد بأن الموقف الجزائري كان موقفا لا غبار عليه ولا نقاش عليه بل حتى أن هناك عديد من الدول حذت حذو الجزائر في إطار تبني هذا النهج وهذه المقاربة باعتبار أنه لا يجب أن نقحم أنفسنا في صراعات أو في حسابات قد تكون من زاوية ضيقة هناك عديد من الأزمات التي تفرض نفسها على البيت العربي نحتاج إلى معالجتها ولا نحتاج إلى أن نضيف أعباء أخرى على هذا البيت أكثر مما هي موجودة فيه هذا من هذا المنطلق تسير الدبل المسيح الجزائرية وتسير المقاربة الجزائرية في معالجة الأزمات وفي التقليل من حدة هذه الأزمات وليس في إضافة أزمات أخرى لأننا ندرك بأن هناك مخططات تفرض نفسها على المنطقة في إعادة التقسيم في إعادة ترتيب الأوراق وأنه ندرك كذلك إذا أردنا أن نتحدث حتى من زوية تحليلية أخرى لتشريح الوضع العام الموجود بالمنطقة أو داخل البيت العربي المستعمر حينما خرج من الدول العربية فيها من كان معرض لتحت الانتداب وفيها من كان تحت الحماية وفيها من كان تحت الاستعمار حينما خرج ترك بذور بذور العودة هذه البذور اليوم أصبحت أشجاراً مثمرة فالعودة اليوم إما من باب الطائفية أو من باب القبلية أو من أبواب أخرى عديدة بالتالي علينا الآن أن تحرك مجتمعين في إطار رؤية واحدة لمواجهة هذه التحديات التي تفرض نفسها نحن نواجهة تهديدات لا متماثلة سواء كانت التقليدية أو حتى الغير التقليدية إذن أعتقد بأن الجزائر وفية لمقارباتها وفية لمبادئها وفية للمدرسة التي تنتمي إليها وعلى هذا نجد هذا الحراك وهذا النشاط ونجد كذلك بالمقابل هذا التوجه الدبلوماسي للدول الأخرى والصديقة والتي لنا مع علاقات نحو الجزائر وتحاول أن توظف أوراقها وعلاقاتها في هذا الإطار وحينما نتحدث على الوضع في تونس تونس ليس فقط تجمعنا معها علاقات استراتيجية بل دعني أقول ربما قد نرتقي بهذا حتى إلى التحالف استراتيجية في مواجهة جملة التحديات باعتبار أن تونس تعتبر كذلك ووثقا في أمن واستقرار المنطقة بالتالي هي تعتبر كذلك تجربة ناجحة في مجال الانتقال الديمقراطي يجب أن ترافق ويجب أن يكون هناك تنسيق لمجاجهة جملة هذه التحديات الأمنية نعم دكتور عمار جفال إضافة إلى مقاله أستاذ أحمد ميزاب فيما يخص ربما تشرح هذا الموقف الجزائر الذي امتنع الجزائر التي امتنعت عن تصويت عن حزب الله كتنظيم إرهابي خصوصا أن المعطيات تقول بأن الدول الخريج التي تحركت مؤخرا والتي سوتت عن تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي كانت تصنفه كمحور المقاومة واليوم أصبح تنظيم إرهابي الجزائر امتنعت بحكم موقفها التابت بعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول ننسى أيضا بأن حزب الله كان عضو فاعل في اتفاقية الطائف التي كانت ترعاها السعودية والتي أنهت الحرب الأهلية في المنطقة في لبنان وفي المنطقة كيف؟ لماذا ربما هذا تغير في المواقف؟ أي لعبة ربما سنشهدها؟ لكي نلخص أنا في اعتقادي تبات الموقف الزائري وما نتج من تدعيات عن أشكال التدخل أعطى للموقف الزائري قوة ومصدقي تبات الموقف على امتداد هذه السنين وما نتج عن التدخل الخارجي سواء في العراق أو في اليمن أو في ليبيا أو في أفغانستان أو في كثير من الدول أو في سوريا أعطى الحق للطرح الجزائري الآن بالنسبة لحزب الله أنا في اعتقادي هو قرار يعني غريب أنا تمنيت لو صوتت الجزائر بلا أو لم تمتنع يعني أنا تمنيت لو صوتت بلا لهو أكثر من الامتناع أكثر من الامتناع لماذا؟ لأن تاريخ هذا التنظيم تاريخ هذا التنظيم هذا التنظيم هو ماذا؟ هو أكثر من حزب هو حركة تحرر مقاومة أيضا هو مقاومة تساش دور حزب الله أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة يعني تصويتنا تصويتنا تصويت الجزائر ضد هذا الحزب ينسف كل تاريخنا النضالي ينسف كل تاريخنا المرتبط بالمقاومة والتحرير وخاصة ضد الكيان صهيوني إذن الموقف في اعتقادي يعني منسجم تماما مع ماضي الجزائر إذا كانت تسمح يعني ملاحظة يعني حول هذا القرار باختصار شديد أنا في اعتقادي المجموعة العربية الخالجية ضعيفة جدا وغنية جدا ومتخوفة جدا ومصابة بنوع من الهلع مصابة بهلع كبير جدا مما يحدث حولها ووصلت يعني سلوكها الخارجي تجاه القضايا المجاورة وصل حد الارتباك الكبير وهذا القرار يعكس الارتباك كبير جدا في الموقف الخالجي تجاه القضايا المجاورة شكرا جزيلا لك الدكتور عمار شفان مدير مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية على كل هذه التوضيحات أستاذ أحمد ميزاب شكرا جزيلا لك عائسو اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمسالحة شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات أشكر أيضا ضيفي مختار بن نصر رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل كان ضيفي من تونس نعتذر الأستاذة دانيا قليلات الخطيبة الأخصائية في جماعات الضغط وتأثيرها على سياسة أمريكا الخارجية تجاه المنطقة لم نستطع الاتصال بها إذن مشاهدين أيضا أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة